اللقاء مع وفد الكونغرس الامريكي في تونس كان بدأ يعطي خطأ أولى لتحركات دبلوماسية البعض اعتبر أنه رئيس الجمهورية كان أبدع في لقاءه مع الولايات المتحدة مع ممثلي الكونغرس وأنه هذا الابداع كان فيه امتصاص لنوع من تنقل الحيرة لدى هذا العملاق الدولة العملاقة لكن فمشكون اعتبر ذلك كذلك أنه مفهمش علش يتم التعاطي مع الشأن الداخلي التونسي مع كونغرس مان جاي من الكونكتكات وما فمشعلي ممتش معناها ممشيل وان الكونكتكات ونقولوش بك اخترت انت يانك تتعامل هكما مع الشأن العام ولذلك هذا كان موجود وفي الآثنين شو اللي صار لي قام على نواب الوفد هذا يقاب النواب فمشكون قبل يمشي كما سي مروين في الفيل فمشكون رفض يمشي كما مدام ليلة حدد قالوا مروين في الفيل علش يمشيت لأنه أولاً أنا ضد سياسي كرسي الفرغ ونعرف قبل ما نمشي رأوا حجم المغلطات والمزايدات والتخوين اللي يقولنا معناه خبز يومي وأنا متأكد معناه كنت ننتظر أكثر من هذا لأنه احنا في حالة متاحة استيري وماشي عقل لكن أنا قبل هذا فما رواية وسردية وحقع صار نهار 25 وليزم نوصلول أصدقائنا في العالم الكل نحنا كمشينا طلبنا الفاكسين الناس ما خمتش برشا قبل ما تعطينا وما سألتش شكونهم التوانسة ولا كيفاش شنية تيشهاياتهم السياسية قبل ما تبعثلنا صدقتنا مع الولايات المتحدة ولا ما غيرها مع الدول 250 سنة وعشر سنوات معناها الهيبات والمساعدات ونحن يومياً ماشيين طالعين على الدول هذية كما حاشتنا جميع ليش نمشي ولا ثانياً قناعتي أنه هذا الوفد سيقابل رئيس الجمهورية كان مهم جداً وبالنسبة لي أنهل جداً لو كانت زيارة فقط للمقابلة كنت زيادة يمكن أني أراجع أكثر للموقف ولكن ذهبت وأنا مقتنع قصدك أنه إذا كانت قابل سيادة بالنسبة ليك شنون المشكلة أنه إذا كانت قابل رئيس الجمهورية هذا يعني بطبيعة الحالي سيؤكد مواقف ورؤية ويؤكد موقف ورؤية واضحة لما يحدث في تونس وفي النهاية أنا نعتبر أن حضوري وحضور كل الزملاء كان واضح يقدم صورة الاختلاف في تونس ومختلف المواقف حول ما حدث يرفض الدستوري الحر للحضور كما يرفض ترفض حركة الشعب الحضور تلقت حركة الشعب في شخص نايب الأستاذة لي لحد الدعوة من السفر الأمريكية لحضور لقاء مع وفد من الكونغرس الأمريكي في زلالة تونس هذا البناء قبل حركة شعب وإذ تجدد حركة شعب موقفها المبدأ القاضي بحماية السيادة الوطنية وعدم سماح لأجياء خارجية بالتدخل في شأن وطني فإنها تعلن لعموم تونسيين وتونسيات رفض هذه الدعوة ليش رفضتوا مدام؟ رفضنا لأننا اعتبرنا أن السياق والزمن اللي جاءت فيه اللقاء هذي اللقاء الغير المعلن هل نقوله غير المعلن في من قبل الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرناه وكأنه تدخل في الشأن العام لو كان جاء سياق غير سياق هذا العادي مع العلم أنا أستاذة لي لحد نائبة رئيس في لجنة الصداقة الأمريكية التونسية في البرلمان ولكن بالتالي ما ناش احنا ضد التعامل مع كل الدول العربية والأجنبية في إطار ما يمكن أن نقدمه معناها في التعامل والعلاقات الدبلوماسية لكن الوقت ليس الوقت لكن الوقت هو جاء في إطار وسياق معين خاصة أن هناك حيثيات من خلال تدبينات العديد من القيادات التي معناها من حركة النهضة تؤكد على استمرار أنها تعمل في لوبينك من أجل التدخل خاصة الوفد الأمريكي أو خلني يقوله الأمريكي في الشأن التونسي وهذا واضح من خلال حتى تدوينات معناها أحد قياداتها وهذا دليل قاطع على أن الطريقة أو حتى الاختيار لم تكن للأمناء العامين إذا كنت أنت تريد يعني مثلاً سياق محدد بالنسبة للأحزاب السياسية ومواقفها من الـ 25 إذن عليك أن تطرق البابة من معناها من الجهات الرسمية أن تطلب من حركة الشعب في شخص ممثلها الأمين العام للحزب بأن يكون حاضراً في لقاش مع الكونغرس ويكونوا معلناً للجميع شو يجبتك على ذلك؟ ولكن للأسفل يفضلك مدام حدد شو يجبتك على ذلك؟ قولك لا انتقائي الاختيار انتقائي علش مش يوصف الشهد اللي يمشي وعلش مش المغزوي اللي يمشي شو معنى هاجي يختار ليلة حدد يختار فلفال ويختار لونيسي هو سويل سألتهوشي هو سؤيل هذا الروحكم هو سويل يطرح لي الجهة المستدعية وللي قبل نعم أنا نعرف أنه بالنسبة لي فم دعوة لكي أوصل رسالة وما نخليش كرسي فاره ونخلي سردية متاع حركة النهضة ولا اللي حب تتحكي عليه الاخت ليلة كانت تجم تجي تقول فمتني موقعتها اشتام انك خليت مجال خليت مجال خليت مجال لو كان أنا ما حضرتش وما حضرتش عباد أخرى رأوا فم سردية واحدة كانت مش تتحكي وراهوا ما حطينيش التنوع وما حطينيش شنوة اللي ساير في تونس وهذا مهم أنا خطابات هذه معناها معاه احترامي له واحترامي تارف ليلة احترامي شديد وقلت احتري مواقف من قاطعة ومن لم يقاطع وأسهل حاجة كانت المقاطعة انك ما تمشيش ما تصورش انه معناها واحد في إطار الهستيريا الجماعية وغياب العقل والسبان هذي اللي يولى معناها في كل مجال وغياب بمعناها أدنى ضوابط أخلاقية واحد يمشي زد يعرض روحه لكن أنا نعتبر الوطنية الحقيقة وطنية ذكية وأنك تمشي يدافع على بلادك كلما أتيحت لك الفرصة وفي كل مكان ما سمعت لي لحد يشكال وماكش قاعد تجي آه سمعني آه الاستدعاء قلت يسأل تسأل الجيها هما شايف هما ما نيش عارف أنا ما نيش في حزب استاليني أعتبر أني عندي كياني وموجود وكنائب هذي إجابة ريتا وريدكي فاشبر الفلفال يمكن قاعد تتلوج عن إجابة 30 ثانية أخبر ما تعطيها هذي إجابة هذي تقولي أنا نائب وقع صليت ومنتخب مشيت أنا بشخصي وكاو الإجابة الأولى قلت لك الجيها المستضيفة هي اللي تحكي في الجيها المستضافة وقبلت كيف جاوبتني يعطيتني إجابة معناها أنا نسألك اليوم كيف تسني في موزييك تقولي عليها جي الميدي شو وقلكش بيك ما عيطش للرئيس مش نفس الثيقة لا لا هذا تقريبا تقريبا سمحني زادة إذا كان هذا ما عندكش أنت ثيقة في نفسك ولا قدرتك على إبلاغ الرسالة ولا أنك تعتقد أنك لا توصل رسالة واحدة أنا مقتنع أنه لي لو كان حضرت عندها القدرة بش تبلغ رسالة حركة الشعب ولا البيانات الكل قدموا شوي ليلة حديث قالت رجع لك مدام ليلة حديث قالت زادة أحنا كان على توجس من أنه فما لهذا اللقاء وأنه الأطراف هذي جاية تخدم في أجندات معينة شو رأيك؟ أنت سألتهم مباشرة هم عملوا إذا كان فما ناس عملت لبيينج أي مانيش نعطيها لو كونتر لبيينج مانيش نعطي صورة أخرى معناها هذا هو معناها بالعكس معناها هذا بالعكس أنا سألت أنا سألت هل أنتم هنا لي مساندة كما يعتقد عدد كبير من الناس اللي قاطعت ولا من الناس عند احترازات أنتم هنا لمساندة طرف سياسي بعيني وهو حركة النهر يا أخي الإجابة كانت واضحة وفي بلاغ رسمي وما نشره السيناتور مرفي على هذا السوال ما هوش معناها أبار من المجالس بالأمانات وما حدث يقعد في إيطار ولكن ما نشره في بلاغ رسمي كان ردا على السوال مباشر مني ومش هذا فقط معناها لأنه في النهاية كان الحديث على 25 جولية لأنه 25 جولية التعبير على إرادة شعبية وفما سرديات أخرى نسمعوا فيها لم يكن وما فما حتى طرف سياسي سرديات الانقلاب أكيد ولكن نحب نأكد لك حاجة من الناس اللي قاطعت ما فما حتى حد سنة تحركات الشعبية وفما حتى حزب سياسي سنة تحركات 25 جولية شوفنا البيانات قال لي موش بعد 25 جولية موش بعد خطاب سيد رئيس نحكي التحركات الشعبية اللي صرت بيانات الأحزاب التي لم تسند حركة الشعب بيانها واضح قبل وسندت تحركاتها حتى قبل يوم 25 أغلب الحركة السياسية في البلاد قالت للتوانس ما تخرش وذيها دعوة مشبوعة وشكت فيها وقالت للتوانس نحكي لك لأ خلي مدامي حاضرة يبلغ صوت حركة الشعب والبيانات كانت أرجعولها تتجدوا أن حركة الشعب من أول المسندين للتحركات الـ 25 بغض النظر واعتبرنا تحركات عفوية والبيان كان أول بيان من غدوة الصباح أول بيان ننزل حتى في البيان لكن أحنا نقاش وكان نواصلوا في النقطة مرحبا لكم جرائيا كانت تتكلم موزوز المستمع رميس مع شكرا حاجة ثانية مش موضوعنا ياسر ليهمنا اليوم هو ليهمنا اليوم سيمروين ما ستأثرش بالكلمة ليهمنا اليوم مدام ليلى هو معقول تونس تكون معزولة من أطراف خارجية هاو كاي جاو وكم من بعض وخرجوا لك بي جسات مثلا في كل الأحوال في كل الأحوال أنتما حزب قايم الذات حزب الثالث تقريبا في انتخابات 2019 اليوم بالنسبة للجميع قوة القوة هذية يلزم الصوت يكون موجود منظومة الأحزاب عالمي حك مدام مدام ليلى اليوم أي دور للأحزاب اليوم إذا كان ما تقبلش وما تدفعش وما تدفعش على موقفكم ما يخلط للداخل والخارج غضوا عنا بزنس معنا السيد أحنا مع علاقاتنا ممدودة مع الجميع لكن بطريقة تحترم كذلك الأحزاب السياسية أنا اختياري معزول عن قيادات حركة الشعب لا يمكن حضور ليلة حداد بشخصها أو باسمها ولكن عليك ترق الباب من الذي يجب أن يكون هناك احترام الساعة لحركة الشعب وللحزب السياسي أنك أنت وقت تطلب مثلا اجتماع ويكون اجتماع عالي المستوى أن تكون هناك كيانات حزبية وليس اختيار لبعض الشخصيات بعينها أعتقد هذا من باب ونقطة ثانية أعتقد أن اليوم أن الرفض هذا كذلك هو موقف وهو كذلك تعبير وهو كذلك إرادة على أن نحن كأحزاب سياسية نتعامل ند بالند مع جميع الأطراف السياسية سواء كانت الأمريكية أو الفرنسية أو غيرها وحتى الحذوق يعني ولهذا رفضنا كان مبني على أن أولا يحترم الأحزاب السياسية في طريقة التعامل وفي طريقة الاستدعاء ثانيا لا يكون هذا يعني لو لا وسائل الأعلام اللي نشرت كان غيرها معلن وتنزيل بعض كما بعض الأحزاب السياسية أو بعض رابطة حقوق الإنسان اللي نزلت الدعوة ما كانش فما علم بأن هناك اجتماع خلينا نقوله صرحها كان مخفي وعليش أنا أنا حزب سياسي معترف به وعندي معناها تستدعاني في العلن وناقش معك في العلن ونحدد وقتها مواقفي ووقتها من نجمش نحكي أني نقول أنا خليت الكرسي فارغ خلي كرسي فارغ ووقتك أنت تهيني في طريقة الاستدعاء وتهين الشعب التونسي في طريقة التعامل مع الأحزاب السياسية نقدموا شوية من فضلكم حاجة بركة بسرعة فضلك هذو من نواب قابلوا في نواب كان شئ رئيس الحزب الديمقراطي ولا المسؤول الأول على القيادة متاع الحزب الديمقراطي تجم تقول له علاقة حزبية حزبية عنها ذي للتوضيح النقطة ثانية فين شفتوا غير معلن وكذا الحزب بتعتوا نس كل قاطعتوا رفضتوا حكيتوا نس كل حكيتوا وقتيش قبل ثلاثيين من الاجتماعنا قاعد يقول فلفان ما نعيد بعيد أنه نحكيه كأنه نظرية تقالية لا 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 أنا متأكد بختم مقتل فيه لا 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 أخون أحد والعدس يرى متبادل منهجوش خطر الهيجة اللي وهي اللي وصلتنا وين أحنا معنات زملاء اليوم اليوم مجموعة السابعة تكلموا ويتكلموا على برنامين منتخب أنتم موجودين فيه البرنامين هذا ما هي قراءت هل هو أعلان نهاية هذا المرلمان الذي تنتمون إليه وهل هي دعوة صريحة على حد تقديركم إلى انتخابات سابقة لأوانها وإذا كان هذا موجود ومطروح ما هو موقفكم كل واحد تسوى موقف الشخصي ولا موقف الحزب تفضل أنا أعتبر أنه يقال جساد هو اللي يعانو رئيس الجمهورية نهار 25 جويل لا زيد عليها حد شي فقط الانتظار هو التنفيذ يعانو 25 جويل هذا اللي قاله رئيس الجمهورية التعهدات هذه كل الزمانات إذا كان فلا تخديث على برلمان منتخب سؤالي كان واضح مروين فاسف اليوم شو موقفكم من فكرة البرلمان المنتخب حل هذا البرلمان الحالي في أي نظام ديمقراطي ما فهماش ديمقراطية ما غير برلمان إليس فهمين وبالتالي اللي قالوه مسألة عادية تتقرب برلمان منتخب أنا بالنسبة لي هذا البرلمان هذا البرلمان موقفي شخصي هذا البرلمان انتهى وظيفيا ها وريد شو تلك جملة محلية كم ديت لي باعة لاني أنا ما قعدش نبرش فيك نسيل استول بالك معي هاني معا هاني معا ليلى حديد البرلمان موقفنا لن يتغير انتهى وعلينا اليوم التفكير جيدا في طريقة قانونية وفيها معناها عمل دقيق من قبل كل القوى الحية سياسية ومنظمات وطنية وحوار كبير من أجل يا إما تعديل الدستور هناك خيار في أن يقع تعديل الدستور أو خيار في تنظيم مؤقت للصورة وتنقيح القانون الانتخابي وتحديد موعد الانتخابات جديدة ربي فضلكم ليلى حديد مروي الفلفال نعم انتخابات سابقا لي أوينها وإلا غير وانتوما زوستا وانا عندي عندي معقولة اسمها البرلمان انتهى نعم ما بعد كيفاش انتهى بأي فعل انتهى بتدبير استثنائي بغير وهذاك الحديث طويل ومطول ما هوش مجانة ما هوش مجانة لكن إذن أي دور لكم انتم غدو ستترشحون من جديد لنفس المنظومة لبرلمان جديد شفو نقوله غدوة مروي فلفال النائب الجديد في البرلمان الجديد لا إلا حدي الحقيقة مش النقاش مش معناه بالطريقة كيف يشمل لأن البقاء بالنسبة لنا تحدثنا على حوار وعمق بين الخبراء بين الأحزاب السياسية اللي هي تعطي يعني حياة حقيقية للديمقراطية والمصار الديمقراطية لا وجودة لديمقراطية بدون أحزاب سياسية وبالتالي إعادة الانتخابات أكيد فيها أحزاب سياسية بقي أن تترشح من جديد الأستاذ حدد أو يترشح غيرها من الحزب حركة الشعب هذا خيار للحركة في تحديد القائمات المتجددة لكن نحن نعلن أننا موجودين وثابتين ومسا نتقدم الانتخابات القادمة وهذا هو المصار الحقيقي الذي يؤدي إلى أن نبقى في المصار الانتقال أو التصحيح المصار الحقيقي والشعب بالتالي عليه الاختيار كانت هناك أحزاب سياسية ست وعاقب كما تم تأعقاب بعض الأحزاب أو بعض الشخصيات ست وعاقب بالصندوق نعم مع الضمانات اللي هو التنقيح القانون الانتخابي لأن المسألة خطيرة جدا في القانون الانتخابي اللي يؤوصل إلى نوعية من هذه البرنامات التي تحتمي بها بعض الناس المتعلقة بها بعض القضايا بالحصانة سيفة الفيل نتجه إلى انتخابات سابقا لها وينها بطبيعة الهال اللي رأيه مسار كامل معناه بينه قانون انتخابي شنية الرؤية متاعه بطبيعة نفس الأسباب تؤدي نفس الانتاج كنا حكينا عليها حكينا على تعديل النظام الانتخابي حكينا على طريقة الانتخاب حكينا على اشكاليات كاملة لأنه ما تتوقعش هو يليس أنك ستجد برلمان آخر بتركيبة أخرى معناه أن اختلفت الأسماء معناه بنفس ما يقول أنتما لكلكم شيتوا في العافس معناه اليوم المتين وسبعتاش غدوة الأحزاب هل هي قادرة أنها تتقدم بنفس الأسماء لك المفاهمة المناسبة جديدة معناه بنفس المسببات سيفرز نفس المشهد جيبشي ميتين وسبعتاش أحسن تونس وتحطهم في الوضعية اللي كان موضوع فيها ماش نوع نقول ميتين وزيد سبعتاش اللي أنا نعرفه هتا وتخلق المشهد التعيس هذك تم مراه الضرب للديمقراطية التونسية ضرب ممنهش في العمق بلغة شعبوية مقيتة معناها اليوم في السنتين الفارتين تم ترضي للمشهد بطريقة بطبيعة الحال نتحملوا نحنا مسؤولية تقول لي لكن شو أسكن مش ننزل لنفس المستوى اللي كان موجود ولا أني أحاول أن أصلح نصلح نظام الانتخابي طريقة العمل السياسي أبجديات العمل السياسي أخلقت العمل العملية السياسية في البلاد هذا أساسي لأنه في غيابه سنكون عنه نفس نتاج شكرا لكم الزوز بركة لو فيكم في هذا نقول تشوف في كل حالات نخرج مرتين ولا ثلاثة أنكم متفهمين على برشة حاجات برما انتهى برما انتهى التنقيح في القوانين ذهب إلى خارة طريق في آخر المطاف الأشهر القادمة ستعطينا يمكن بداية الأجوبة الجميع يمكن يتكلم على فكرة انتخابات سابقة لأوانها نجم كل من هنا نهاية السنة وإلى مع بداية السنة القادمة ترجمة نانسي قنقر